وراء كل رجل عظيم امرأة تامر فنان ناجح جدا اكيد بسمة اللي ضحت بحلمها كانت في ظهره في حاجات كتير وكانت جزء من نجاحه لما في وقت بيحصل ان الامور بتتعكر او الحياة بتتغير سواء حصل انفصال او ما حصلش ما كنتش بتندمي على حلمك كنتش بتحسي بس صراحة لا هبقى صريحة معاكي انا قدم انا بحب الغناء قوي 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 انا فعلا من الحاجات اللي كنت نفسي اعملها قوي وانا صغيرة ان انا عايزة اتجوز وانا صغيرة وعايزة اخلف وانا صغيرة وانا بحب اول خلف حلم الولد حلم البنات والولد انتي عارفة ان انا كنت كل ما ببقى حامل بقعد اقول يا رب مش ولد في الاول خالص في امايا و التالية واقولك السر ري بقى علشان خاطر انا ما عنديش خوات بنات وعندي اخوات اتنين ولاد فكانوا بقى وانا صغيرة وابصي كرهوني عاشتي حكتي سرقوها يعني بصي ولعبوهم الطريق يعني دفنت فانا كنت حسد انا مش عايزة ولد خالص عارفة وكان حلم اني بقى عندي اخت بس بحب عمتا الولاد بحب الخلف بحس انه عارفة انا من الستة لتحسي عايزة عشرة عادي عايزة عايزوة انا اه بحب قوي قوي الخلف لسه عايزة تجيبي اطفال تاني اكتر لسه عايزة ولاد وبنات اكتر عايزة كمان مثلا اتنين بسمة سريعة الغضب جدا 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 بس بسي يعني دلوقتي بقى لي سنتين دخلت التلاتينات سريعة الغضب في العشرينات التلاتينات بسي بالراح بالراحة بنزل التمبر بينزل بتهدي ام انتي بتكتبي على طول حاجات وتمسحيها تحطي حاجات وتشيليها انا عصبية عامة يعني لو هنيجي نتكلم على شخصيتي ازاي انا عصبية جدا بس هبقى صريحة معاك الشخص اللي بيبقى عصبي هو شخص اموشنل جدا طبعا يعني بيتأثر قوي بالحاجة اكتر من غيره ام فانا طبعا وانا صغيرة خلي بالك انا الضغط النفسي اللي انا عاشت فيه في ستاو اكاديمي قبل جوازي كنت مضغوطة جدا نفسيا وانا صغيرة مامتي كانت الطولات عايزان يقبى perfect وما بتقبلش غير بان انا بقى perfect عارفة الامهات دول اللي عايزين تشوفني احسن واحدة في كل حاجة مع انا مش لازم ابقى احسن واحدة في كل حاجة خالص وممكن احسن واحدة في حاجة فوبعدها روحك مش لازم أن تكون احسن واحدة اصلا ينفع تتحبي زي ما انتي مش لازم تكون احسن واحدة أصلا فبقولك انو السترس لما أنت تبقي يعني ده عرفته أنا من قريب يعني لما تبقي عايشة طول الوقت أنت لازم تبقي كويسة كويسة جداً كمان ده بيخليك على طول جسمك عارفة كأنه عامل سورفايفل مود كده تبقي عارفة كأنك في امرجنسي فبتبقي كل حاجة فيك سريعة غضبك سريع عياتك يبقى سريع عارفة كل حاجة سريعة فبحث أنه السرس هو السبب اللي مخليني أن أنا ممكن أبقى عصبية وكان أبقى ساعات وكما صراحتي أنا صريحة جداً وأبعرفش أن أنا نوفق فساعات عارفة اللي هو طب هقولها أقولها هو اللي يحصل يحصل بس اتعلمت بصراحة أنه ده مش صح عشان دلوقتي بنيت كبروا فبحث أنه لازم أبقى قد المسئولية